بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين أباهور وديودورة أمه في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الأعياد السيدية الكبرى البشارة والميلاد والقيامة ويصلى بالتقس الفريحي ويمنع الصوم الانقطاعي والميطانيات بركة مخلصنا الصالح فلتكم معنا آمين وفي مثل هذا اليوم استشهد القديسون السابعة نساك الذين من جبل تونة بمركز ملوي بمحافظة المينيا وهم باسيدي وكوتولوس وأردامة وموسى وإيسي وباركلاس وراهب آخر اسمه كوتولوس وذلك أن ملاك الرب ظهر للقديسين باسيدي وكوتولوس وأمرهما أن يعترفا بالسيد المسيح فنهضا مسرعين إلى الوالي فالتقيا بالخمسة قديسين آتينا أيضا للاعتراف أمام الوالي فاتفقوا جميعا على نيل إكليل الشهادة ومضوا إلى الوالي واعترفوا أمامه بالسيد المسيح فعذبهم كثيرا ثم علقا حجارة في أعناقهم وأودعهم السجن فظهر لهم السيد المسيح وعزاهم وقواهم ثم أرسلهم الوالي إلى الإسكندرية فعذبهم واليها عذابا شديدة إذ وضعهم في قدر مملوء كبريتا وزفتا وأوقد تحته النار ثم أخرجهم وطرحهم في السجن فأرسل الرب ملاكه وشفاهم فأتوا إلى الوالي مرة ثانية ورأى ذلك مائة وثلاثون شخصا فآمنوا واعترفوا بالسيد المسيح أمام الوالي ونالوا إكليل الشهادة أما القديسون السبع فقد شدد الوالي العذاب عليهم وأخيرا قطع رؤوسهم بالسيف فنالوا أكاليل الشهادة بركة صلواتهم فلتكم معنا آمين وفيه أيضا استشهد القديس أبا هور وأمه القديسة ديودورا كان أبا هور جنديا في أنطاكية أتى إلى الإسكندرية واعترف بالسيد المسيح أمام الوالي فأمر بقطع يديه وأن يربط في مؤخرة ثور ويجروه في المدينة ثم ألقاه في حفرة مملوئة بالأفاعي فلم تؤذه وفيما هو على هذا الحال أتت أمه ورأته ففرحت بجهاده وشجعت ولما علم بها الوالي أحضرها وهددها بالعذاب فلم تخف فأمر أن يضع أسياخا حديدية ساخنة في جنبيها وكانت في كل ذلك ترتل للرب إلى أن فاضت روحها ونالت إكليل الشهادة ثم وضع القديس أبا هور في قزان به زيت وقطران يغلي فكان يسبح الله حتى فاضت روحه ونال إكليل الشهادة بركة صلواتهما فلتكم معنا ولربنا المجد دائما أبدي آمين دفنار اليوم التاسع والعشرين من شهر بأون المبارك شهادة السبعة القديسين من جبل تونة عجيب هو الله في قديسيه إله إسرائيل مقوي أصفيائه هؤلاء الشهداء المختارون صاروا ميناء ومشهدا للذين يريدون الخلاص أمبا باسيدي وأنبا كوتولوس وأنبا أردامة وأنبا موسى والقديس إيسي وأنبا ياروكلاس وراهب آخر اسمه كوتولوس أما القديس باسيدي فكان قسة وكوتولوس أخوه الشهدان الطاهران ظهر لهما ملاك الرب وأمرهما أن يعترفا بالمسيح إلى هنا فنهضا مسرعين نحو المتولي فوجدا سفينة وهؤلاء الخمسة الساكن فيها آتون إلى الوالي فاتفقوا معا بمحبة حقيقية وحضروا إلى الوالي واعترفوا بالمسيح فعاقبهم جدا بكل نوع من العذاب ولما تعب الوالي من عذابهم نزع رؤوسهم ونالوا الإكليل السمائي في كنيسة الأبكار بصلوات هؤلاء الشهداء يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا وفي هذا اليوم أيضا شهادة القديسين أبي هور وأبي بشاي وديدرى أمهم أكاليل هؤلاء الشهداء ليست من هذا العالم لكن المخلص ألبسها لهم بمجد وكرامة كما قال داود في المزمور أنه ألبسهم مجدا وكرامة حينئذ لساني لا يتعب ولساني لا يصمت إذا ما أخبرت بمجد وكرامة أجناد المسيح المجاهد أبا هور وأبي بشاي الصديق أخيه بالجسد وأمهما القديسة ددرى إذا ما اجتمع كل حكماء الأرض في موضع لا يقدرون يقصوا كرامتهم والأتعاب التي احتملوها لما نموا في القامة صاروا مرهبين للشيطان وأبالسته الأردياء الأشرار الأنجاس من عظم شوقهم وحمية محبتهم للإله المملوئة من التقوى في الملك المسيح وحيث صاروا أجنادا أحب الرب بكل قلوبهم ولم يقدر مجد هذا العالم أن يفرقهم عن المسيح ولما صار الاضطهاد وعبادة الأوثان تركوا عنهم الجندية وكل مرتبتهم ومنزلتهم معا فضحوا الشيطان وأبالسته الأشرار بعظم صبرهم وعبادتهم العظيمة فلما رأى الوالي عظم تمسكهم أمر بسرعة أن تنزع رؤوسهم ولبسوا الإكليل غير المضمحل الذي للشهادة وسكنوا مع يسوع المسيح وعيدوا في ملكوته اطلبوا من الرب عنا يا أبا هور وأبا بشاي وددر أمهم ليغفر لنا خط